مشاهدي سبوتشوت أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج حكي بالأرقام ضيفة لليوم هو الخبير المالي والمصرفي الأستاذ نيكولا شيخانة أهلا وسهلا فيك أستاذ نيكولا مرسي جربات و مرسي لأسبوتشوت نحكي اليوم عن وضع المصارف بشكل عام تنفوط أول شي بتوصيف سريع للوضع الحالي للمصارف وهل يترى هيك بيشتغلوا المصارف هيدا دورهم أول شي ما أناعف أنه اليوم المصارف عنده مشكلة كبيرة ما عد عم تقدر تعمل شغلة مصرفية مثلها شو الشغلة المصرفية يعني تاخد وداية تفتح حسابات وتدين حتى تمشي الاقتصاد اليوم ما عم تقدر تفتح حسابات نحن صعبة كتير بس فرش وعالخفيف يعني عالم تحط مصارفة والفرش أكاونت راب تسحبهم لك ما عنده هالسيول اللازمة لتدين على الفرش وتاني شي ما عم تقدر تدين بالمصريات اللي الموجودين يعني اللي حنسميهم الدولارات اللولار حنسميهم ما بحب سميهم هايك أنا بس هايك اسمهم اليوم ما عم تدين لأنه ما فيه سيولي مش ما عندهم هالسيولي لونك المصارف صارت الترانزاكشن اللي عم تشتغل صارت متلقي الشيء وهيدا شي خطأ كبير وغلط لأنه لما بدك تركب الاقتصاد بدك قطاع مصري فيه قوي يقدر يفوت سيولي لكويدتي على البلد ومن ثاني ما يلي يقدر يدين القطاع الخاص حتى الوركين كابيتال رقوارمنت يعني السيول اللازمة حتى نموش شركة يقدر تقدر الشركة تدين المصرف حتى تقدر تكبر وتوظف وتحسن أوضاعها وتفوت مرأة موني عندها على الشركة وتنمي الاقتصاد اليوم قطاع المصرفي إذا بدك فريزد مجلد يعني ما فيه نكفي هيك يعني نحن عنا مصارف بتسحب العالم مصرييتا اللي علقانة وهي هي وقد بسكروا كمان وقد بسكروا كمان بياخدوا المودعين رهيني ما بصير المودع هو مهم بالمصرف تبه لأنه مودع هو الكلائن تبع المصرف اليوم المصارف لازم عن جد توقف وتقول عم بيصير غلط غلط لازم تجتمع مع مصرف لبنان لأنه تعاميم مصرف لبنان من القديمة وجديدة ضربوا القطاع المصرفي وعم بيكفوا وانا ما عم بفهم ليش المصارف عصنا قالت شي ليش المصارف بعدها ساكته لأنه شوي شوي عم ينتحروا كانوا مصارف مظبوطة قبل 2018 صاروا مصارف فريز بعدها ساموهم زومبي ولا صاروا انتحار يعني لازم المصارف تاخد موقف من اللي عم بيسير مش ضد المودع مودع كلاين تبعها لازم تاخد موقف مع المالية ومع مصرف لبنان هو الريجولاتر تبعها لأنه ما فينا نكف بهيك ما في سياسة نأبية ولا السياسة المالية ولا السياسة الترائبية حتى ترجع تمشي القطاع ولا إعادة هيكلة اليوم الآي ام اف بدأ إعادة هيكل القطاع المصرفين وين ون صارنا ستة شهر منتشهر سنة بأبريل شهر الجيه بصارنا سنة النيجوسياشن مع الآي ام اف وين صارنا شو دور الطبيعي للمصرف كيف فينا نقول مثلا نعرف كلنا في أمريكا في مصارف جيدة ولكن شو هو الجيد يعني نحنا إذا بدنا بيكون عنا نحنا مصارف جيدة شو صفاته وشرحت قبل شوي انه هن بيقدروا يدينوا القطاع الخاص ليقدر ينمى وهذاك بيدفع درايب والحكومة المصرف كيف يشتغل تيجي المودع بحط بقلبه مصاري المصري بيأخذها المصرية تسعين بالمئة منه تقريبا 85% وبيدينهم للقطاع الخاص ولغير القطاع وبيعطيك فايدة بهالدين اللي دين فيه بيربح فايدة هو بيأخذ شقف صغير وبيعطي فايدة للمودع هيدا دور المصرف وبيعمل كمان استثمارات دور المصرف هو تديين القطاع الخاص وشقف من القطاع العام وشوية استثمارات حتى يمشي الاقتصاد اليوم ما فيهم بقوا يشتغلوا هيك ما في عندهم السيولة منة موجودة محجوزة كلها بمصرف لبنان نحن ما عنا مصارف هلأ هلأ بنحكي فيها هيدا سيولة المحجوزة بفهم منك ما في مصارف هلأ وفي عندك جهات رسمية منفترض أنه تعمل تقدم حلول شو الحلول هلأ ما تروحها على الطاولة من قبل الأشخاص يلي القرار بيئيدهم يعني عم بيحكي أكان بنك المركزة وأكان الحكومة اللبنانية بس عنده قضاء و بده يحميه المركز ما في قضاء اليوم أنا عرفت شي 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 قضاء الأجنب شي دعوة لا بالبنان عم نحكي لأجنب ما فيه كم دعوة مشيو بس في لبنان في شي دعوة إن رفعت رده مصرية الموضع ما فيه ولا وحدة للأسف شو يعني يعني في عنده مشكلة بالقضاء إذا اليوم القضاء ما شايف إنه في عنده مشكل ما تحل الأزمة دونك علاقة الكونتراكت اللي هي بين الموضع والمصرف هي أول وحدة بس علاقة المصرف هي بينها وبين مصرف لبنان بينها وبين الدولة لخمسة عشر مليار يورو ليش مصريات ومصريات المدعين يعني وشيني مصريات المدعين تاني شي اليوم عم نحكي عالخطة يعني لحظة بس بدي أرشك بفهم منك إنه لو ما تعثروا عن دفع اليوروبوند كان هلأ المصارف مع سيولي خمسة عشر مليار دولار زيادة يعني تقدر توفت قيمة خمسة عشر مليار عم نقلة يعني بوقتك كان نص الاحتياط البركزي أو هلأ أكتر من الاحتياط البيئة يعني وفرنا مليار وربع وخسرنا خمسة عشر مليار مية بالمية وهي ما حدا نحكي فيها لما تعثرنا على اليوروبوند بلا خطة يمكن لو كان في خطة كان نحكينا بس تعثر بلا خطة هيدا ما بحيث بس كان في خطة لحكومة دياب لا لا هيدا مش خطة هيدا مش خطة اليوروبوند تعثروا اليوروبوند بيقعدوا مع المدينين وبيقعدوا بيعملوا خطة إعادة هيكلة وإعادة جدولة ما كان في شيء ويني الخطة ما كانوا عارفين مين حمل اليوروبوند لما تعثروا شوالحكي هيدا يعيب الشوم انيوي مش عنفوت فيها هيدا صارت تعثروا اليوروبوند اوكي المصارف خسروا خمسة عشر مليار ومصرف المركزي خسر خمسة لأنه كانوا حمل خمسة المصارف هن من الأموال المدعين المدعين خسروا خمسة عشر مليار بدربة وحدة الدولة خسرت مدعين خمسة عشر مليار بحجة ما بدون يدفعوا وان بوينتو بليون مليار ومئتين مليون دولار انترست على اليوروبوند ألا أنه بدون تعملوا الشعب اللبناني كيف صار فيها شعبوية وقرار خاطئ أرار ممنهج ياما خاطئ اليوم الـ 20 مليار رأس ملي البنوك صاروا 3 ياما أربعا عند دهولة الليرة 37 مليار في المركزي صرف منهم حرق منهم تقريبا 20 مليار بعد فيه 27 مليار بعد فيه عشرة حنقول عشرة 27 مليار حرقهم بحجة الأمن الاجتماعي ودعم وضرنا بالطوابير ودعم البيكون بأفريقيا وقد ما بدك وتهريب ودعم المزوط دعم البيكون في فرنسا حتى وصل ما رح نفوت بهالشعبويات بس أكيد كان الدعم خطأ بحجة بدنا نحافظ على الأمن الاجتماعي أوكي وهلأ شال الدعم لشو حرقنا 27 مليار دولار لكس حرقوا 27 مليار دولار الخمسة مليار والـ 15 مليار كما حمدي يقولون بيوروبونت كمان تعسلت اليوم الدولة ما بقشي اليوم باقي كلها بعدها بقولوا 10 مليار دولار في المنك المركزي هول الباقيين وتقريبا شي 6-7 مليار ديون بالقطاع الخاص جمعهم على بعضهم بيطلعوا كلهم سوا شيء 15 مليار دولار هول الباقيين من الأموال نحنقول المودعين لشان هيك لما تصرف الشيك تصرف على 12% يعني منخبر المودع عندك أنت رص إذا ضلينا رايحين بهذا الاتجاه أنت خسران منه خسران لا خسروه خسروك حقه محفوظ الدستور مادي 15 بتحفظ له حقه ملكية شخصية محفوظة دستور عم تحفظ له بس للحكومة والبنك المركزي مشتبين يحفظوا شيء السيولي موجودة لا بس حقه محفوظ دستوريا وحقه محفوظ كونتركتوري مع البنك ما فينا نجيل أبعض إذا البنك عم تقل لي كلهم مع بعضهم رئيس مالهم صار 30 مليار و أصلا حتى كل شيء وصوله حتى لو بدون ينفذوا على دائنين ووصولهم أصلا بطل التسوى اللي كانت تسوى قبل الأزمة والبنك المركزي معه عشرة والساعة وزير الطاقة بده مبعض إذا معه عشرة عملوا قدت يعني معه عشرة بأحسن حالاته وبرلو وزير الطاقة الساعة بده يستورد فيول وزير الطاقة ما بده يشتري شو كان بده يمولوا سلسلة معينة شغلة معينة عايزينا يعني نحن عم نحكي بأحسن حالاته بالظل الدستور بيحفظ لك الأنون بيحفظ لك بس أنت بتروح عند البنك بيقلك معي ما معي هيدئي اعترف لك فيها وبتروح عند الحكومة بتقول لك خايمة نحن وياكم نتحمل بعض يعني هذا وضع الموضع نحن والسوق الإدارة الصارت والمحاصصة الصارت لو وصلنا لهون اليوم الحكومة حتى خطة بتسمية خطة التعافي ماشان أنا وعم بقوله على الهواء هي خطة التصفية وبالتصفية معنا نحن لماذا خطة التصفية لماذا خطة التصفية لأنه اليوم ليه البنوك ما عندها سيولة لأنه البنوك عملت خطأ تحط معظم مصريات المدعين بالبنك المركز إلا تحط كثير مصار بانك المركز بس بالليرة أنفرش حطت مصريات المدعين بالدولار لأن المصرف لم يكن مطبع الدولار لا يرد ليون مصرف صرفوا على الدولة على تسبيت سعر الليرة على شو ما قلت فيه قرارات إذا بدأ قوانين يجبروا يدفعوا مثل الكهرباء بس فيه قرارات ما كان فيه قوانين مثل تسبيت سعر دي راعدة أنه ما فيه سبيت على 30 سنة لما بيكون ميزان المدفوعات سلبة وميزان الدولة سلبة ما فيه خطأ هنا تاني شي دعم ما فيه قانون بالدعم شقفة كبيرة من هال مصرفة نصرفه ندوم قوانين تاني شي اليوم لما بتقلي شو عم بسي بخطة التعافي خطة عارفة شو بتقل لك بتقل لك لازم البنك المركزي يفك ارتباطاته مع البنوك المادة 24 1 شو يعني يفك ارتباطاته بأول كانت شطب نغيروها نسموها فك يعني هاركت بس بالقانون التوازن المالي هو تبع الخطة أوكي بعد مكتوب شطب المادة 3 مع 4 أوكي مكتوبين يعني عم نحكي عن هاركت عم نحكي الحكومة الخطة طبعيطة تجير اكثر من هاركت فك ارتباط بنك المركزي مع البنوك يعني عم بقل لك اذا البنك مع مصاري البنك المركزي مش موجودة نشوفوه بسلايد اذا اضعونا ايه الشباب بعد أوكي مش موجودة 24 1 في تقريبا 72 مليار دولار بدون يفكون حل كثير شو يعني يعني بنك المركزي عم بيتعسر على البنوك متل ما بحكم قرارنا الشخصي بس شو معناتها حكم قرارنا الشخصي وبقانون لأنه الخطة تتنفس بقانون لمجلس النواب وهون انا نحنا نطلق صرخة للنواب منقوله نتبهوا هايدي مسئولية عليكم على الشعب اللبناني كله البنك معه 88 مليار دولار مع البنك المركزي في 72 مليار بدون يفكون لأنه هول اللي مش موجودين 88 مليار اوكي يعني البنك المركزي عم بيتعثر على البنوك يعني البنوك رح يحققوا خسارة بـ 72 مليار رأس مالهم ادائل لـ 3 لـ 4 مليار اليوم يعني الباقي رح يكون هيركات على الموضع اي يا هيركات ديريكت اص اه نحكي 95% 95% او اكتل 96% لا في باعت 95 مليار تقريبا شي 70% هيركات 70% تقريبا وهيدا خطأ كبير ليش خطأ لألك ليش خطأ لألك ليش خطأ خطأ لأنه لما الدولة ما بتحفظ الملكية الشخصية وبأنون بتضرب قطاع المصرفة والموديعين بتضرب الثقة بالبلد على مين سنة وازا بدك تركب اقتصاد بدك تركب الثقة اولا الثقة والثقة والثقة شو مفروض تعمل رح نفوت نحن على السلايد لك يا أنا مع الشابل ونشوف اول انت عندك اول السلايد طايتل طبعه جود بنك خلنا نحكي عن خطة بديلة هذا الحل اللي بتشوفه لازم نحن نمشي فيه الحل جربت شقان عندك حل سياسي بيعمل امباكت على الاقتصاد وحل بير اقتصادي وبالشقان حيلا حل بنحط على التوالي لازم يرد الثقة ايضا الثقة بالدولة والمؤسسات والقطاع المصرف اما الثقة بالاقتصاد واتنيناتهم لأن في عندك ثقة داخلية نحن مسؤولين عنا الدولة اللبنية مسؤولة عنا لتحققها وعندك الثقة الخارجية إذا تمضي مع الآيات ولازم تمضي مع الآيات بترد المستثميري الخارجيين وثقةا بالاستثمار في لبنان هؤلاء اتناتهم سوا بيجب بركبولها الانتصاد وبسرعوا النمو والخروج من الأزم الشق الأول اللي حنسرع فيه لما لدينا كتير وقت الشق السياسي رئيسة مورية ورئيس وزارة لما بيجو لازم يعملوا أربع اشياء كتير مهمية أول شيء استقليل القضاء تاني شيء لازم يركبه الكهرباء الكهرباء حرب اقتصادية على البنان من خمسين سنة لأن الكهرباء بترد الإنتاجية يعني برودكتيفيتي ويفيشنسي أوكي البرودكتيفيتي يعني بدل ما المعمل يكون يشتغل سبع ساعات منها بسو يشتغل 24 على 7 صور في عندك برودكتيفيتي يعني بتصور أرخص للمعمل لأننا نصدر أحسن لأنه اليوم يد العمل الخيصة بس الكهرباء غالية بعدنا منا كومبتيتيف كتير مهمة للاقتصاد وقطاع القاس وللاندستري إيه بس الشباب حطوا 40 مليار دولار ولنبا ما عارفوا يضو يعني نحنا أنا عمل لك شو زيما يعملو شو 40 مليار دولار عميب الناس أنا عايش 50 سنة بلا كهرباء ليش شباب أنا قطة ممنهجة على لبنان تبه الكهرباء حرب اقتصادي على لبنان من 50 سنة ما تنسى أجربية وأنا يعني صد أكيد أنه شي ممنهج على لبنان صارنا نوصل لهون لأنه بنك مركزي معه 37 مليار دولار إحتياط بلد عنده بنك مركزي معه 27 ساعة ما بيفوت بأزمة اقتصادية هاي تقالك ثالث نقطة وكي الكهرباء بتأول قوة الشرقية ليش لأنه اليوم الرب العائل اللي عم يدفع 500 دولار 600 دولار على الموتر مع تعالية التعريفة بيدفع نص مع الكهرباء دونك بيخلي 300 دولار بيجيبتو لأيصفن عاولاده ولما بيصرف بيشتري اشياء لما بيشتري اشياء الاقتصاد بجع بيمشي والهيكي والدواري الاقتصادية بتجع بتمشي وجع بيمشي للمو دونك بدل ما يعملوا بطاقة تمويلية بقى 25 دولار بيضحكوا على العالم صب طوله الكهرباء بيصور في 300 دولار بيجيبتو دغري المواطن دونك الكهرباء كتير مهمة تاني نقطة بدك تطبط الحدود لأن الحدود عم بتخسر الدول بين مليارين والثلاثة بالسنة هلا سوى لو صوفي نمو إذا بتخسر مساري رابع نقطة بدك تعمل خطة لنتنرجع نرد بكرامة اللاجئين على بلادهم لأنه اليوم عم بيكلفونا كمعين بين 3 و 5 مليار بلاتي دايريكت لأنه عم ندفع مصاري كاش عم بروحه ثلاثة ربعهم على بلاد اللاجئين وفي عندك عم بيستعملوا الكهرباء والماء والإنفراستركش تبعى البناء لكلفة تقريبا 5 مليار واخيرا يعني بدك تشوف كيف بدك ترجع تهيكل البلانس أوف بيمنت يعني ميزان المتفوات ميزان المتفوات هؤل 4-5 نقاط كتير مهمين سياسية يعني بدون قرار سياسي هؤل بس إذا طبقتهم بتحسن النتج المحلي 40% بزار في سنة ونص هون يعني حتى ما بدك بقى خطة اقتصادية دونك السياسية إيه إذا تحسن بأربعين بني صار رجع نتج المحلي 30-35 مليار أنه ركب مش لبنان بس النقد كذا أكيد أكيد بس أنا عم بقى لك يعني عم بيقدر للآخر يعني في عنا مسئولية سياسية على تحسين الاقتصاد سياسية هيا ما في أمل منه لا 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 لازم ياخده مسئولياته السياسية وحيال رأي جاموريج ياخد مسئولياته لازم نرد لبنان على الخارطة كنا بل لبنان منوا على الخارطة ما حدا يحكي فينا تعبوا مننا في شيء اسمه ليبانيس فاتيج تعبوا 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 تالت نقطة الشق الاقتصاد الاقتصاد هيدا السلايد التاني خمس نقاط خمس نقاط خمس نقاط الشق الاقتصاد بيرتكز على خمس نقاط أول شيء السياسة النقلية لونك اليوم ما في يكون عندك خمس أسعار صرف ما فيها تدهور الليرة أوفرنايت 30-40% بي يعني اقتصاد مثل ما هو الدهور أوكي دونك سياسة النقلية اليوم مصر في البنان ما عنده سياسة نقلية سابقا لونشيء 15 سنة أوكي عمل تعاميم تاكتكية تضخمية هول غلط يمكن مساعده على توقيف الانهيار بس اتوات برايس انصرف من البنوك 30 مليار دولار ب3 سنين لأنه عملنا هالتعاميم ودهورت الليرة بطل في من الف وخمسة انا بعد نفايق عملت اول انتربيو معكم كانت دولار بألفان هيك شيء من الف وخمسة الفان لثمانين الف اليوم هيدا مين عم يتفع حقه اللي حامل لبنانا ولي عم بيقبض لبنانا مش بس اللي حامل يعني نص الشعب اللبنانا كل شيء في موظفين بالدولة وكل عم بيقبض لبنانا عم بيتفع حقه اليوم هيدا دونك شو عملوا خفضوا سعر الدين على حساب الشعب مش يقول لي بكر اليوم اللي را صارت بثمانين الف دونك دايننا نحنا باللبنان نصار ألفان يورو بس في ناس تجل ترد عليك بتقول لك انه بس ما الدولة والشعب واحد مش بيناتهم مش قسمين طيب اذا واحد لابنين يتعسروا على الشعب هتتعسر على الدولة الدولة تحط إيدا عجابتها ما عندي مشكل انا بلحق بتلقوله الوايوي على بيت ليك اوكي بس ان ما عندي مشكل دولة الوايوي بها الحالة دولة الوايوي كبير اذا ما عكلت جاجة كلهم ما خلت جاجة عكل حال عكل حال دونك الخطة النقدية كتير مهمة مصرف لبنان لازم يعمل خطة نقدية متكاملة متماسكة مع خطة مالية مع خطة ضرائبية هيدا كتير مهم هيدا اول قرار لازم ينعمل تاني نقطة اعادة هيكة الدين العام اليوم ما حدا عم بيحكي بالدين بتشوف ما حدا نكونوا مقولوا اعادة هيكة مصرف كابيتال كونترولي خيل نحنا متدينين عنا تقريبا 30 مليار دولار يورو بون في 10 مليار بعد لبنان والباقي برات لبنان يعني كارثة الكوارث اليوم اذا الديني الخارجيين مثل بلاكروك في داليتي واشمور هوا قولين ينفزوا على أملاك الدولة اللبنية واشوية لا هلأ بعد ما عملوها بس ألا ينفسوا بقى لبنان بظن في قواني البنية بتمنعهم برات لبنان منحنا دهبيتنا بفورت نوكس في قسم منهم هول عليهم خطر هول عليهم خطر وحكومة مش عارفة وكان عابين قال مبيرحب البريس أولتنا مبيرحب انه معقول في خطر حتى على موجودات مصرف لبنان لأنه مصرف لبنان ما اشتغل كمصرف مركزي اشتغل ملي مصرف لا يدير الدول هي الحكومة بس بدا تاخد مصاري بتقله المركزي لقلي بس ما بده تدفع بتقله المركز ما حصل فيه بس نقل الدولة بتملك البنك المركزي البنك المركزي عنده عراراته المالية بس الهيكلية الدولة بتملك وهي يعني عند رسمالها دولة بتعمله مد 113 كمان اليوم لا ما فينا نكفي هاك بدنا نجلس الدين أول شي بدنا نعمل خطة لإعادة هيكلة الدين يمكن شراء وان اوف ضربة واحدة منه لأنه هلأ صار سعره 6 سنس منه عمل وان اوف على 15 سنس تشتري الدولة 50% منه وتسكره لأنه بعد في شوية حتى مليار مليار ونصف فينا سكر نصف الدين ونظهر منه كتير مهم كتير مهم اليوم لازم دولة البنية نبارحة كيف عم بيركدوا ورا الكابيتال كنترول لي مرقو لازم يركدوا حتى يعملوا إعادة هيكة الدين ليش نايمين سنة ثلاث سنين ثلاث سنين نايمين على دين متعثر لم تتعثر الدين شو بيصير الدولة تتعثر عالميا معود فيها تدين زيادة معود في حدا يعطيها بصارة وتاني شي البنوك معود في تدين انتربانكين مش هيك كمان عندهم سيولة مش لانو حطين بس مصير المدعين من بنك المركزي ومزروبين فوق لانو دل لك تقلي مدعين مصير من بنك المركزي هلأ رح نصلى اخر شو بس تالت نقطة اعادة هيكلت القطاع المصرفي يوم القطاع المصرفي حكينا فيه بالأول ما في كفة هيك ما في كفة يعني انتحاري خصوصا انه هي دزن كنترول واتس هابن مش عميقدي رح وفل تاني فل تاني قطاع المصرفي لازم نستعمل شين عمل بفرنسا ب93 و بسويسرا بال2008 شي اسمه البنك الجيد والبنك المتعثر بانك المتعثر بانك المتعثر شو هو صندوق بانك الجيد ناخده الأصول الموجودة بعد بالبنوك الجيدة مثلا بانك المركز اللي عنده عشرة مليار دولار هو البنوك البنوك بعد 10 مليارين دولار برات لبنان هول احتياطي الزياد طلب منه مصرفين يحطون وعنده شي 6 مليار بالسوق عشرة واثنين اتناعش وستة تقريبا صارو 18 مليار بس تي ما بدك تشيل منه لانه في بورت كمان مرح رح يتعصر عن ضفو بس هيدا جيد بس نعملها بدنا نرجع نعمل اعادة هيكة البنك ليش بعد ما عملوها ما بعلي معقول في بنوك وضعه مش منيح وبس اصحاب ممكن في بنوك فاتت باشي ما بدت فارجيها ما في نقل لك بلنا ننطر الاودت حتى نشوف شو صار بس على حكيك ما في اودت مت ما مش فيها لما بعد ما صار الاودت يعني بده نعمل اعادة هيكة خطاع نصري فوت تفضلوا على الاودت مش هم نعمل فورنسيك اوديت نفوت حدا عمل اوديت لنشوف شو صار اوديت عادي انديباند اوكي لانو الاودتر مسؤولين عن الاسابة ببنان يكيد لانو عملوا اوديت عاديت في السنة ما رفعوا الريد فلاج انو في مشاكل يا شباب اوكي ممنوع رحبتوا القدمة الصارية مع الدولة مع البنك المركزي ممنوع تعاملوا هاي ما عملوا شي الاودتر طب والاودتر بالبنك المركزي ما رفعوا الريد فلاج ما قالوا ليش عملتوا الهندسية البيضية ليش عملتوا الادجسمنت بمارش 2019 11 مليار بالبالنشيت ما رفعوا شي ما رح نفوت فيه هنا في عالم يعني مبوخة بكالي وجي نقطة الرابعة لا لا عادها القطاع المصرفي ضغبا نعمل البيوت بانك وريكوفري بانك البيوت بانك بتشيل بيجيب كل الأصول الموجودة يعني اذا كان في بيطلعوا شي 17 مليار نظبوط 16 مليار يعني اذا المودي عنده 100 مليار 100 دولار بالبنك الموجود اليوم بصور في عنده 17 موجودين بالجود بانك وتقريما الباقي مش موجودين بشي اسمه ريكوفري بانك ها ريكوفري بانك هو سندوق من ملكه 100% للبنك المركز ليش لانه خسارة بنك المركز 72 مليار عم بيحكوا عنا هي اموال المدعين مش موجودين بقى بالقطاع المصري دونك ها الريكوفري بانك بتملكه بنك المركزة 100% و بنك المركزة بدو يرجع يرد ها المصريات من خلال الوقت دونك نحفظ الحق للمدع ممنوقته ممنوقته ممنوقة من هيركات ممنوقة بالثقة نحفظ الحق بالعكس منقول الدولة حافظ الحق حتى بقى أصعب القوات لوقات دولة حافظ الحق و البنك المركزة بدو يرد له المصريات ثرو تايم هلا ما فيك تفوت فيها هلا كيف في المنك المركزة بدو يرد المصريات أنو لنواقب التسليف ثانكيو أنو لنواقب التسليف عملوه من 70 سنة يعني كل شيء عملوه من زمان بعضوه بيمشي هلا أحسن من عملوه هلا في مادة 117 بتقلك إذا بنك المركزة فرجها خسارة سنة من السنين وكتبوها هادي بتقارير كبيرة مهمة ما تردع بحكي فيها وغيره انو الدولة مجبورة ترزوري تبع الدولة مالية مجبورة ترجع ترسمي القطاع البنك المركزي بس ما الترزوري قلت تذيئة سنة هي تتخذ من المركز هلا هي صار بها ترسمي لازم ترجع ترسمي ليش بدنا نعملها بدنا نرجع نعمل إعادة هي هيكة القطاع العام بدنا نروح هلا ساعتها عالدولة خطة صعبة تبقى 60 سنة تدهور وتدمير ما فيك تحلهم بستة شهور بدنا نعرفها بس بدك إدرا وبدك إدمية وبدك وطنية ما يفكر وقا مصلحته الواحد ولا بأحزابه فترب الوطن لأنه هالوطن إذا ما حليناه وصلحناه هلأ لأنه خطر وجودي على لبنان كل الشباب عم يتركوا كل الصبايا عم يتركوا اليوم الحل من حي المدمات كلهم النسوين اليوم عيد المرأة صحيح صحيح كلهم عم يتركوا لبنان حرام بلد بلد ماغ بلد أدمي دهور والانهيار التام اليوم بنا نرجع عمل إعادة حيكة القطاع العام تاني نقطة عملنا إعادة حيكة القطاع المصرفي بالجود بانك وريكوفري بانك حفظنا الحق لأنه لنكنا الباد بانك على البنك المركزي والبنك المركزي من لنك على الدولة حفظنا الحق لأنه عم بيعضوب الخطة تبع الدولة اليوم أنه باقي المركزي مخصة وانا مخصة بعملك فاند إذا جبت مساري ما في جارنتي عم بيدحكوا على العالم كوسماتيك مثل ما غيروا كلمة شطب بكلمة فك دحكوا على العالم اوكي اوكي دونك عادة هيكة القطاع العام بدنا نخلق شركة اسا أسم Asset Management Company AMC بتاخد كل أثور الدولة ما بتبيعهم ولا بترهنهم بترجع بتعملهم إعادة تطوير وإعادة هيكة ده اليوم التليكم بالألفين وثمانتعش كان يفوت مليارين دولار اليوم دي عم يفوت ما ميفوت سفر يمكن يعمل إخسارة مثل سورة الكهرباء لبنان ليش كان يفوت مليارين واليوم سفر ولما كان يفوت مليارين ما كان منجب نزبوط كبير بدنا نرجع عن رد كل قطاعي يفوت مليار مليارين على مدة بعد 3-4 سنية إعادة هيكة ده بصور يفوت على الدولة تقريبا 5-6-7 مليار بالسنة fresh dollar عالدولة تاني شي عندنا Petrol وعندنا Petrol كمان بفوت على الدولة اللبنانية وثالث شي بدنا نرجع نشوف كل الأموال غير شرعية الهربت من لبنان بدنا نعمل دعاوة لنرد الأموال الغير شرعية حو بيكون صاروا بكي من قاعدة يا خيح شو ما ردنا اللي فينا ردهم من ردنا نردهم كمان بفوتوا بهالنظام بتصور الدولة عندها مصارف fresh money بتعمل 3 اشياء الدولة أول شي بتعمل يعادة هيكلة قطاعاتها بالمكنلة مكنلة الإدارية كتير مهمة بتخفف الرشوة بتقوى الجي باية وبتخفف الكلفة على الدولة يعني الكلفة على الدولة وبدأت تعمل للدولة إعادة هيكلة الشركة الصغيرة ومتوسط لأنه الأكتر شي بيشغلوا عالم وبيعملوا اكسبورت لبارات لبنان بيصدروا بحفوتوا fresh money من المزير المدفوعات تالي نقطة بدأت تعمل فيلي سوسيال يعني شبكة اجتماعية كتير مهمة لأنه من هلأ لخمسة سنين حيكون لأنها مشاكل اجتماعية كتير صعبة وثالث نقطة بدأت ترد تعمل إعادة رسمة للبنك المركزي كل دولار بتفوتوا على البنك المركزي البنك المركز بتفوتوا على البنك المتعسر كل ما في الدولار على البنك المتعسر لأنه بفوت دولار عجيب انتبه قلوا بقول لي اه بس ما فينا رد سبعين مليار ما عايزت ترد سبعين مليار لأنه نظام المصري لا لأنه كانوا لما سبعين مليار كانوا بالملوك حدا طلب بيسترددون ما حدا بس 2016 ما كان في مصاري بالبنوك نصف مصير الملك الموجودين حدا طلب بيهم ليه ليه كان في ثقة كان في ثقة وهون وهون اللي هنختم بترد أموين المدعين اليوم إذا الدولة قدرت ترد تقريبا 3-4 مليار بالسنة وخلقت سيولة لأنه عندها المصاري ومضينا مع الامف كمين فوضنا 300 مليار بين شي 10 مليار دولار الاقتصاد بيقلع لحاله والمدعين بيصور فيه بروح على البنك ليسحب مصاري ما بيعطوه 200 دول ربنا طول خمس ساعات بدو يشتري سيارة 30 ألف فيعطوه 30 ألف كل مصريات وما فيعتوه يهون هلأ بس ثرو تايم شوية شوية بردوه يهون بترجع نعم أم لا في حال استمرت الحكومة بالإجراءات اللي عم تعملها والبنك المركزي بالإجراءات اللي عم تعملها يسأرنوا أموال المدعين باي باي أكيد في عليهم خطر كبير أنت دعك تعطيهم أمال شوية أنا بدي أنا بدي مش بدي عطي عمل بدي حارب مشينون كلنا لازم نحارب مشينون مصريات بيق بس إذا هن كفوا هيك مصريات بيق لازم هلأ صارت هلأ صعبة بس حفظ الحق مية بالمية لازم نعمل كمين قانون بالخطة في عندي قانون بيحفظ الوداع هيدا لما منعملها منتكز على المدى بنت جواب إذا الحكومة استمرت باللي عم تعمل بطيروا مصريات المدعين يسأرنوا نعم أم لا إيه أكيد في خطرة المدعين بس بدي أخلص ببوزيتيف ما فينا نخلص ببوزيتيف بس ولكن وانا بدعي وانا بدعي بدعي من هون مدعين ينزلون طلبوا بحقهم ما في طلع لي ورا الواتس أب يقل لي غلط ومظبوط وانا ماني أوكي ما عارت صريح وماني أوكي ينزل طالبي حقه في 98 و 95 مليار دولار وما في مدعين صغار وكبار معي المئة ألف ما في مدع معهم 100 مليون دولار آدمة مدع والمعهم 100 ألف دولار آدمة مدع وفي معهم 100 مليون أزعر ومعهم 100 ألف أزعر في أموال شرعية وغير شرعية بس ما في مدعين صغار ومدعين كبار في مدع دستوريا في عدالة بين الشعب اللبناني ما فيقولي أول 100 ألف عطيون لا نسبيه بس مش استنسبية فرق كبير نحنا بدنا نردون هالمصريات بدنا نحارب للآخة وندلوا لحقهم وندلوا لحقهم بتردوا الثقة الثقة والثقة والثقة ولكن إذا ما ردينا حقهم ما اشتغلنا ما في شي ثقة 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 دخلص پوزيتيف مشاهدي سبوت شوت بشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء بحلقة تانية ترجمةالي قرزنگ ترجمة نانسي قنقر